اشتركوا في القناة اهلا بكم ايها الاحب الكرام في هذه الحلقة من الوراء والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن قضية هيثم جباري وهو الشاب الجزائري الذي اقدمت الشرطة على قتله في ولاية تبسة وايضا سنتحدث عن خبط تبون فيما قد يعرف بقضية عدد شهداء الجزائر وايضا سنتحدث عن توقيف نحو خمسين مغربيا في الجزائر في اطار حملة يقودها قائد الدرك الوطني وايضا عن مهازل جمهورية البوليزاريو في الجزائر اثارت قضية هيثم جباري وهو شاب في مقتبل العمر لديه اسرة لديه بنت تعرض الى ضرب مبرح افضل الوفاة من طرف عناصر الشرطة هذه القضية التي تجاوزت الحدود وصارت تتحدث عنها وسائل الاعلام الا اعلام السلطة هذا الاعلام الذي قلب الدنيا على قضية نائل وهو طفل فرنسي من اصل جزائري قتله شرطي في فرنسا فاقامت الجزائر الدنيا ولم تقعدها بل وصل لدرجة اصدار بيان من وزارة الخارجية في قضية لا تعني الجزائر وهو تدخل سافر في شأن داخلي فرنسي هذا الامر راضي هذه الدولة التي ارادت ان تحاضر على شرطة فرنسا وتحاضر على الانيزي وتحاضر على الخارجية الفرنسية في احترام القوانين والحقوق هي نفس الدولة التي خضت الطرف عن ممارسات الشرطة التي افضت الى وفاة شاب في مقتبل العمر لم يكن هذا الشاب هارب يجري وهم يطاردونه فسقط ومات او انه قفز من مكان عالي ليهرب من الشرطة فتكسر ومات وما الى ذلك من هذه الامور بل انه تعرض للضرب هو وعائلته من طرف عناصر للشرطة هو ذكرهم بالاسم وهؤلاء هم ابناء ولاية تبسة ايضا حقيقة ان هذا النظام الذي تجاهل هذه القضية ولم يعتبر بها بل ان هذه الممارسات تحدث في كثير من الولايات بل في ولاية تبسة حدثت سابقة من هذا النوع واستاذ متقاعد تم ضربه وافض الضرب الى ان اجرى عملية جراحية في دماغه ورغم ذلك هو اشتكى فقلب القضية من انه هو الشاكي الى قضية اخرى وصارت عليه قضية اصلا في المحكمة وحدث ايضا في وهرا وكل تعرفون قصة ما حدث في وهرا وما الى ذلك وقصص اخرى حيث الشرطة للأسف الشديد تحولت في بعض المناطق لا نعمل لكن في بعض المناطق تحولت الى ممارسة الاجرام الذي على ما يبدو انه يتصاعد وربما يصل لدرجة الممنهج المهم صرا جدل احنا ما نجبنا شي من عندنا نخلوا المعنى بالامر قبل وفاته واعطى شهادته واتهم عناصر الشرطة بالاسماء انهم هم الذين ضربوه وقتلوه اسمعوا واشقاد هذا الفتى مراجع اتعرضت من ذلك الديو ضربتني الشرطة من ان تمسى مرادة تمسى مرادة قسروي وفاته احتراج وقتلوه مراجع اتعارك بتعرفي وقتلوه بأ نعملت اتعارك وزربوه بأتعارك وكهان لم يزارك يقولوني انهم مراجعون لها يرعونوا للمستنوبة وانهم سيطرها وانهم راحكم عندي حد شك وانهم سيطرها رئيس الجمهورية يدخم ويقولي حكم الدولة المترجم النشطة التي لم يتحث في أصوات الجارة و ذلك بالعيس الجمهورية بإسانة و ذلك السلطة و يرغمي و لضموني اختي نعنًا و لا يرغم و يضعوا مدارة القضايا حتى نفس السلطة و يضعوا من السلطة لتحق كلّعب تحرم الدولة التي نتعلم بها سيعطفها إلى أن نسحقها حقا بها أمر محقا بها فأنت أخرى أن دعوني ونحصل إلى رئيس الجمهورية والذ أخير يضربني الداحة لأصبان أحد أخرى محمد كرّوش أخير يضربني أخير في الأحد أخرى وما تسمع يضربني وفق وإنه يوصل في نهاية كما استمعتم شهادة المعنى بالأمر ما هي الشهادة من طرف حد آخر هو حكاها قبل ما يموت ولكن بعد ذلك أو حتى أهملوه ما خلوه شي عالش عاملوا فيه ما أعمل يكفي ما نزيد ننعلق أنا على شهادته اللي واضحة وبينة تدين الشرطة اللي مش ضربه فقط حتى لم يتم إسعافه وإنقاذ حياته وهذا الفتى بقى أيام في المستشفى احتضر وتوفي رحمة الله عليه شاهدوا لحظات الاحتضار انتاعوا عندما كان في المستشفى نشروها الفيديو ثم بعد ذلك نشروا حتى صورة جثته بعد وفاته الأمور لم تتوقف عند هذا الحد أفارت القضية الجدل خرجت محاولات من طرف السكان للاحتجاج على هذه الجريمة هذه الجريمة الشنعاء التي تورطت فيها الشرطة فالمعني بالأمر اتهم الشرطة عناصر شرطة بأسماءهم ووجه نداء التبول التبول راح كان يحوس راح في الصين من الصين التركيا وراجع حتى كتبة قناة الدولية الرئيس الجزائري عبد المجيد التبول يصل إلى الجزائري المهم يعني راحما على بلوش ووجه رسالة التبول صارت ضجة شبكات التواصل الاجتماعي عجت بالصور بالشهادات هناك من جيرانه هناك من أطراف أخرى تعرفوا قدمت عدة شهادات حول هذه الجريمة الشنعاء وأعطوه روايات وأنا يكفيني مش شهادات فقط المعنيين بالأمر والجيران اللي تحدثت عن بعض الأمور ضربوه 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 بالطازير ضربوه بالطازير شفتي الطازير هذك حرم عليهم والله يحرم عليهم ضربوه خويل عزيز ضيحوه في الأرض ضربوه مكسرة ضربوه بالعصية على رقبته على ظهره أنا نحضر أنا نحضر شفتي خلي صوته يوصل وخلي ديري وش يحبه الدولة هذية الدولة الدولة تعالى بوليس هذه بيالي تعتبسها دوما يحقروه في الناس يضربو في الناس ما خلوش شفتي ما خلوش ما خلوش حتى واحد يتلاحو على الناس وهم خويل عزيز قال لك يدخلو يحوص على قاناتتي كبيرة كي ما صعبوش وهم عندهم واحد شهر ونص من اللي دخلو له للدار وما صعبوا حد شي أكيد معاي أخويا بيش منستفهم هاني اسمع فيك خويل عندهم شهر ونص من اللي دخلو له وما صعبوا عنده حد شي عاودوا للمرة هذه هذا أخوي صاحبي مسكين والله أقسم بالله عنده ابنية في عمرها عامين ولا ثلاثة سنين وهو المتكفل بدارهم الكل لكن تكفيني شهادة المعني المعني بالأمر قال بالحرف الواحد واستمعتم إليه أن الشرطة ضربوه واتهموه وحالات هذه أنا أقولها في ولاية تبسة يا جماعة قاضية الشرطة وراهي كارثية من المفروض منذ اللحظة الأولى تفتح قضية التحقيق وتنزل لجنة مستقلة بمعنى الكلمة لجنة برلمانية كله كان عندنا برلمان ولكن للأسف بعد ما قع الفاس في الرأس ورحمة الله على هذا الفتى وتعزين لعائلته ولذويه ولمحبيه واشده والنيابة فتح التحقيق أنا نفتح التحقيق لمعرفة ملبسات هذه القضية يعني النيابة اللي راهي تأتمر بأوامر وزارة الداخلية رايح تفتح تحقيق حقيقة في هذه القضية وتتخذ أجراءات وتنصف رايح يضحوا بز الشرطة ولكن التحقيق الحقيقي في كل ما حدث لأن القضية هذه راهي نتيجة مسار قلت لكم حدثت عدة حالات يضربوا في الناس يدوهم يمارسوا فيهم العجب العجاب الموقفين حتى المتهمين في قضايا معينة يضربون الضرب المبرح ولكن لا يتكلمون القضية هنا من المفروض مش فتح قضية في قضية هيثم هذه وحدها ولكن أيضا فتح تحقيق في ممارسات شرطة تبسة اللي راهم يهربوا يخطفوا في الناس وقلت لكم هذه مش المرة الأولى هناك من ضربوه أجر حتى عملية عملية جراحية على رأسه روحوا أبحثوا في هذه القضية افتحوها مجددا هنا باش تعرفوا بأنكم تريدون حقيقة الإنصاف والعجب حقيقة أن ما حدث مع هيثم جباري هي جريمة تتحملها الدولة نستطيع أن نصفها بجريمة دولة لأن المعنى بالأمر اتهم الشرطة ومات وجات شهادات نفس الشيء يعني دخلوا على بيته باشتباه تحقيق معين ولكن الممارسة كانت قاسية والضرب كالصرول رقبته ضربوه ضرب مبرح وهذا الأمر رهو صار حديث العام والخاص يا جماعة عندما تتحول الأجهزة الأمنية إلى مصدر للجريمة ماذا بقي من البلاد أنا لا أتهم كل الشرطة ولا أتهم كل الجهاز أنا أعرف ناس في ولايتي بس نفسها ناس مستحيل يظلموا أحد موجودين ولكن لا يملكون القرار ولكن المشكلة أنه فيهم ناس مجرمين أصلا في حياتهم وتجربتهم الدراسية نعرفوهم يعني مارسوا كل الإجرام وبعد ذلك أصبحوا رجال شرطة ورجال أمن يا جماعة يعني الواحدة الدرجة لا أقدرش نصورها نحن أنا شخصيا لا أعمم على الجهاز كله كل جهاز من أجهزة الدولة فيه ناس نضعف وفيه ناس فاسدين لكن المشكلة في أجهزة الدولة في ظل هذا النظام اللي مسيطرين عليه فاسدين أنه أصبحت الجهة الفاسدة هي التي تدخى على الأخرى نعم نحن هنا نريد العدل نريد الإنصاف نريد مثل هذه الأمور التي يجب أن تكون عادلة ومنصفة فالأخ هيثم جباري رحمة الله عليه مات مظلوما دمه في عنق الدولة الجزائرية وجه نداء لرئيس الجمهورية مباشرة وجهها للرئيس الجمهورية ونراح آه خلاص تحركتني أبعطأ أمر لما شافوا الشارع يغلي والناس صارت محتقنة أربز ياما خلوناش تعال كشك بليه هاكم هبطو ياما خلوناش ياما تعال بييري سلميه وما خلوناش ياما شكيها معهم سلميه وما خلوناش ياما خلوناش ياما خلوناش احتقان فقط بسبب هذا الضحية البريئة هذا الفتى الذي دفع حياته ثمن ظلم صلت عليه وفي إطار طلفيق التهم الشرطة لما يكونوا كلهم عندهم المخدرات لما يحبوا يستهدفوا واحد على حاجة أخرى يروحوا كيما يلقوا عنده حتى شيء يحطوا للمخدرات في حواجه ويديروا له قضية هذه تحدث في ولاية تبسة لأنه مثلا واحد يوقفوه ما يمدش الرشوة ما يمدش الرشوة على حاجة خاصة في إطار التهريب وكذا وكذا إذا ما مدش الرشوة إذا ما مد الرشوة يعيش في سلام إذا ما مد برسنتاج أو نسبة معينة من المداخل انتاعوا إلى الشرطة راهوا في أمان ولكن إذا ما مدش يلقى نفس عمره ولا يعرف المخدرات فجأة يفتشلوا سيارته ويطلعوا جزء من المخدرات يقولوا القناة هلك يلا تدفع ولا نديروا القضية إذا ما دفع يديروا له قضية هذا ما نتكلم لكم مش عن التهريب عن الحدود وورطة قيادة الدرك الوطني في التهريب شبكات يا جماعة ولاية تبسة تحتاج إلى لجنة مستقلة تتكون من برلمانيين بغض النظر عن طبيعة هؤلاء البرلمانيين نعرفهم رو برلمان قشبخت كما يقال ولكن الإشكالية هذا هو اللي موجود للأسف الشديد وهذا ما أوصلتنا إليه منظومة العسكر حتى صارت ما عندنا مؤسسات لأنه كان عند تبسة الآن عندها برلمانيين حقيقيين راهم ضربوا الطابلة واستدعوا وزير الداخلية للمسائلة تحت قبة البرلمان عندها تبسة برلمانيين كانوا كي يترشحوا يبدو يذبحوا في الخرفان كي ينجحوا يديروا لعراس كي يطلعوا له يفكروا يديروا مستقبلهم يديروا سيارات يديروا بيوت في العاصمة وهذا اللي صار هذا اللي صار يعني واحد ينتخبوه حتى فيه واحد راه إيراني الهوى شيعي متشير عنده علاقات مع الحرس الثوري الإيراني راه موجود في البرلمان طالع له يوكلوا يشرب وانتهى الأمر من المفروض تكون مسائلة بمجرد حالة الضرب مش حتى حالة الوفاة لأنه إذا بقي الأمر على هذا رح تتكرر الحالة قلت لكم حدثت من قبل عدة مرات يضرب الناس وهناك من دخل المستشفى وتم وتم تجاهل بل أنه توبع بتهمة الجريمة الإلكترونية لأنه تكلم على قضيته في شبكات التواصل الاجتماعي يعني أنا أجزم لكم لو هذا الفتى رحمة الله عليه على قيد الحياة لا خلوه ارتاحوا دلوله جريمة إلكترونية على الفيديو هذا اللي انتشر لأنه ما عندناش دولة دولة تفكر بمنطق الجريمة لو عندنا دولة حقيقية لحظة لضربوه ودخل المستشفى رهي وسائل الإعلام كل حكاية عليه وعلش نائل هذا كقلبت عليه الدنيا ونائل ضحية أيضا وتضمننا معاه وما حدث جريمة والدولة الفرنسية تحركت ورغم ذلك شبكات شبكات الاستخبارات الجزائرية حركت شبكات أخرى اللي هنا من أجل الحرق والأشياء الأخرى من أجل مكاسب سياسية تتعلق بالعهداء الثانية لتبون وأشياء أخرى رغم ذلك علاش ما تتبينش الإنصاف علاش يوميا التلفزيون الجزائر يحكي المغاربة محقورين والمغاربة ويصر فيهم والمهاجرين وش يصر فيهم والمزنبقيين وش يصر فيهم والزحليين وش يصر فيهم وجريمة كاملة الأركان الشخص المتوفى راه مباشرة لتكلم قبل قبل وفاته ذكر القاتل ذكر القتل محمد كروش محمد كروش وريد السواء أظم أن يضربون الوحدة كروش هم يضربون يقلون يعني كيفان 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 يقاوي غضوا في الطرف هي صارت ضجة وصارت الناس تتكلم عليها كل وسائل إعلام هم تحرك القضية لا تتعلق بهيثم جباري فقط هناك الكثير من هيثم جباري هناك الذين ضربوا وتسببت لهم عهاتوا سكتوا خافوا على حياتهم هناك من ضربوا وهددوا في أسرهم هناك من يدفعون ضريبة على حياتهم وعلى أشياء كثيرة هناك شبكة مافيوية داخل شرطة تبسة يجب أن يكون تحقيق مستقل تحقيق حقيقي الشرطة راه مصدر الأمان المواطن عندما يخاف يلجأ للشرطة في الجزائر المواطن راه في أمان إلا يصير خايف على حياته إذا اقترب من مبنى الشرطة هذا للأسف هذا الواقع هذا الواقع لذلك أنا أقول أن هذه الحالات ستتكرر منذ فطرة فقط رانيش فيها في وهرهان وبعد غموا غموا القضية وبعد لما انفضحت الأمور فتحوا قضية جنائية وعاقبوا من عاقبوا هذه هذه نفس الشي حتى هذه سكتوا سكتوا غذوا غذوا الطرف لما مات حتى لو بقى على قيد الحياة رأوا خلوه يرتاح ويتمعوه بتهمة الجريمة الإلكترونية خلوه 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 لما مات خلاص القضية مفضحت آيا أعطي أومر الوكيل النيابة يفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية فردي من طرف شخص ولكن كعمل تقوم به الشرطة حقه حقه روحه أبحث عن الحالات دير نداء فقتل الجزائريين وأنا من هذا المنبر أطالب كل من تعرض للضرب من طرف شرطة تبسة عليه أن يتقدم إلى وكيل الجمهورية تقدموا إلى وكيل الجمهورية خليه يفتح ولكن أنا رأنا نحتفل باليوم الشرطة إذن الشرطة رأهم مقدسين حتى كيرتكبوا جريمة لازم لمن مسوش الجهاز وعدش أنتم مسيتوا جهاز أمن الشرطة في فرنسا قلبتوا الدنيا من أجل نائل رحمة الله يعني المهم إخواني الكرام هذه جريمة متكاملة الأركان هذه الجريمة في عنق جهاز الأمن لا هي مؤامرة وله شخص راه داخل في تنظيم معين بل أنه وهو على فراش الموت يناشد تبون وهو على فراش الموت باش تعرفوا له معارف له حراكي ولا أي شيء شخص ظلم من طرف جهاز الشرطة وجرت محاولات على حسب بعض المصادر جرت محاولات التغطية كاملة كانوا حابين يلفقوا له حكاية يلفقوا له حكاية باش يظهر هو المتهم وما زالوا يحاولون ما زالوا يحاولون ورحت الكاميرات من المفروض وعدوا قبل تكون كاميرات من المفروض مراكز الشرطة مراكز الاحتجاز كل شيء يكون فيه كاميرات الشرطة أثناء مدام مهامهم يجب يوقفوا شخص ولا يدخلوا إلى بيت يكونوا موثق بالكاميرا بعض الصور خلاص ما جوزنا مرحلة هذه الألعيب يدخلوا للبيوت ويديروا واشي يحب وأنا ما أتكلم كلكمش على شبكات الابتزاز اللي يديروا فيها ابتزاز المهربين ابتزاز النساء ابتزاز شبكات فيه ما يندلها الجبين يعني أعفوا لساني من الخوض في هذه الأمور لكن لو يحدث تحقيق حقيقي وعادل ومنصف سيجدون الكثير جدا على ممارسات يجب يجب أن يتحملها جهاز الشرطة وليس الأفراد الأفراد نعم قد يكونوا مجموعة يمارسوا ممارسات معينة بحق ناس وجيبهم يعقبهم ولكن الأمر الأفس يجب أن هذه الظاهرة تتوقف ويجب أن يكون هؤلاء عبرة لكل شرط يستغل اللباس النظامي ومنصبه ويتجاوز حدوده ولا يتبس منطقة حدودية فيها التهريب فيها بلاوي كثيرة والشرطة راهي تغرق من رأسها إلى أخمص قدميها وإن بقي الحال ردود فعل الدولة والنظام والمؤسسات الدولة والقضاء فقط يأتي كرد فعل فيه يتم تجاهل سرخات المواطنين صدقوني الحالات ستتكرر وأمن الدولة واستقرارها في خطر فقتل مواطن منطرف جهاز الشرطة يضع الوضع على المحك والنظام الجزائري الآن يعيش رعب حقيقي بسبب الدعوات إلى التظاهر السلمي تنديداً بهذه الجريمة وأيضاً الولايات الأخرى التي حدثت فيها هذه الحالات راهي تتململ لأن جهاز الشرطة فيه ناس فاسدين في كثير من الولايات ويمارسون ممارسات قد تكون ممارسات غير مقبولة قد تكون هناك القيادة العليا لهذا الجهاز راهي تحاول أن تصع قد تكون قد تعطي لهم أوامر معينة ولكن هناك عدم الالتزام وعدم الانضباط وأيضاً المصالح الخاصة وأيضاً المنافع الشخصية وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تحتاج إلى تحقيق دقيق وليس لرماد لذره في عيون من يتابعون هذه القضية التي لن تكون الأخيرة واذكروا كلا عبد المجيد تبون بقى كل في خلاجاته عجيبة يعني في استغلاله للثورة واستغلاله لأول نوفمبر والشهداء غير مسبوع لأن الرئيس عندما لا يكون لديه برنامج اجتماعي وبرنامج سياسي ينجأ إلى الشعرات تبون يستعمل شعرات نحو فلسطين لبش يظهر زعيم في عيون الجزائريين يستعمل الثورة والشهداء بش يزيد يكون قريب من قلوب الجزائريين ولكن أنه يعمل عمل حقيقي يتجلى في حياة الناس وفي وضع عمل اجتماعي هذا ما كان نظام فاشل لأنه نفس المنظومة العسكرية هي التي تتحكم ولم تغير لا استراتيجيتها ولا سياستها ولا أي شيء هناك أنظمة عسكرية في العالم تغير شوي تغير خطتها تغير أشخاصها تحاول تعمل نوع من التوازن في كثير من الأمور إلا النظام الجزائري هو نفسه والعسكر ليس لديهم استعداد أن يغيروا أي شيء عقلية الستينات والسبعينات هي اللي ماشي الآن مع شنجريحة وتمشي مع غيره لأن المنظومة العميقة داخل الدولة الجزائرية لم تتغير تبون في قبل الانتخابات الرئاسية بتاع 12 ديسمبر 2019 خرج برقم جديد قال لك عدد الشهداء 5 ملايين و 630 ألف شهيد كيفاش عرفهم تبون لا أحد يعلم لا أحد يعلم لا دار دراسة لا عنده وثيقة لا قدم قائمة ولا شيء مباشرة فكل وقت هذك كان القيد صالح علاقة سيئة مع فرنسا لازم له يغازل القيد صالح لازم له يصب ويحلب في هذه الأواني قال لك خلي نطلق هذا الرقم 5 ملايين و 630 ألف أيبا الدقيق يعني ما قالش 5 ملايين و 629 ألف ولا 31 ألف قالوا 30 رقم مضبوط معناها تبون راهوا إما النظام الجزائري دار دراسة ودار جرد وإحصاء وكذا وضع العدد وحسبهم وتبون بصفته عنصر من هذا النظام وتربى في هذا النظام ويعرف هذا النظام وصل حتى لدرجة وزير أول مع عصابة بوتفريقة وعينوا السعيد بوتفريقة ونحاها السعيد بوتفريقة راهوا عنده المعطيات أو أنه لما ترشح شك اللجنة وخرجت له بنتيجة فجأة يظهر في الإذاعة يقول هذا الرقم بعد ذلك دائما يكرر أنه عدد الشهداء راهوا ما شو هذا هذا راهوا مليون و نص راهوا عدد شهداء ثورة التحرير فقط ورهوا منذ 1830 إلى غاية 1962 عدد الشهداء 5,630 نجد لنص شهد هذه في الحرب التحرير نزيد لها 45 ألف مجازر نتعال ستيف وخراطة وقلمة زيد لما تنحي ولكن لا دليل راهوا الآن راهوا خراس راهوا قريب يدخل عدد تنازل من عام الأخية قريب السنة الرابعة من عهد الرئاسية تنتهي لا قدم دليل لا قدم كتاب لا قدم ولا شيء رقم أعطاه هكذاك ولم يحدث فيها أي تحقيق لما تروح لوزارة المجاهدين تلقى عدد الشهداء لا يتجاوز اللي معترف بهم في وزارة المجاهدين بيتجاوز 450 ألف هذا من اللي معترفين به لأنه وأيضا حتى هذه الأرقام راهي كان ناس نعرفوهم واحد سكوا الحمار نتاعوا في المزرعة أكرمكم الله داله شهيد كائنا اللي ما هم شهداء وكائن شهداء حقيقيين تم تجاهلهم ولم يتم تسجيرهم هذا اللي إصايا نسلم بصحة الأرقام متاع وزارة المجاهدين عندها نحو 450 ألف هذا مصدر من داخل وزارة المجاهدين وإن راحوا حتى المليون ونص لم يجدوا ما يثبت هذا الرقم أمر آخر كل الدول في العالم في حروبها تتباهى بأنها انتصرت بأقل الخسائر أول ثورة في العالم أو مقاومة أو حرب أو شيء من هذا القبيل يتباهى حكامها بأنه يزيدوا عدد الضحايا هذا ما وليه ذباب هذا ما وليه يقتلوا فيهم بالفليتوكس كل الأمم أنه حتى عسكريا العسكر لما يخرجوا خوض معركة يتباهى أن الخسائر قلي كلما قلت الخسائرة كلما أظهرت قوة هذه المعركة وقوة هذا الطرف في مواجهة العجو الجزائر كانوا مليون ونص وهذا المليون ونص أطلقوا عبد الناصر عبد الناصر أعطاه البنبلة بنبلة أطلق هذا الرقم لكن توثيقهم ما كانش واللي يقول غير هذا نتحدى وروحوا أخي في الولايات دايرين هكذا تمثال هذي كان دايرين في أسماء الشهداء روحوا أحسبوهم ولاية ولاية إذا لقيتوهم جاوزوا ربعمية ألف قولوا لي ما كانش ما كانش أطلقوا هذا الرقم هكذا وصارت تعرف الجزائر بجزائر المليون ونصف المليون شاهد حتى جاء تبون وصرات حالات أخرى كاين اللي يقول سبع ملايين كاين اللي يقول 12 مليون وزاراء وكذا وتكلمنا على هذا الأمر من قبل حتى وزير الشؤون الدينية تبون قال لأعطار أقم سبع ملايين مات من أجلها الشهداء بلك مليون ونص هذا الشيء متفق عليه ولكن الآن الأرقام تعرفوها جميعا توصل إلى سبع ملايين من قوافل الشهداء من عرفنا ومن لم نعرف من أجل هذه كل مرة اللي يجي دي الرقم اللي يجي يعطي رقم يعني خلاص المهم كيقولوا رقما قدسوه نحن ما زلنا مليون ونصف ما تأكدناش منه بسبب الإهمال بسبب الميزانيات بسبب الفساد في وزارة المجاهدين هذه هي الحقيقة ولذلك يطلقوا ميزانيات ورنعتوا للشهداء في الأموال وكذا وكذا ولكن في الواقع رهي أموال تنهب وتسرقوا ميزانيات تذهب إلى جيوب فلانو علا ابتاب بوند عادي عاود دائما بأنه في معركة التحرير أو حرب أو نوفمبر من 54 إلى 62 مات مليون ونصف فقط أما الكل 5 مليون وستة بيو ثلاثين ألف قالها عدة مرات يخرج يروح للصين اسمعوا واش قال في الصين حرب التحرير كان ثمنها غالي جدا يعني إحنا كنا دولة تسع ملايين نسمة تسع ملايين ونصف ربما واستشهد منها مليون وخمسمائة ألف حقيقة أنه ذكر حرب التحرير هو يذكر فيها أنت أول نوفمبر 54 قال مليون ونصف هل يعقل أنك يا تابون تظهر على منبر تعصيل تجاهل الرقم تلك قول بأن الجزائر دافعت في فطرة الاحتلال انتاحة 5 ملايين وستة ملايين وثلاثين ألف في حرب التحرير فقط مليون ونصف قول هكذا ما تتجاهلش أرقام انتاعك هذا هو من المفروض هذا هو من المفروض لا تركز على مليون ونصف لأنه هو أصلا ما هوش مقتنع بهذا الرقم وما عنده علي ولا دليل ونتحدى نتحدى من هنا على هذا المنبر أنه يجيب لي قائمة فيها مليون شهر ويجيبها لي وينشرها ونحن نحقق فيها اسم اسم هيا نتحدى ما كانش أرقام هكذاك يطلق فيها لأنه لو كان هو مقتنع بهذا الرقم أو داره على أسس معينة نقوله من المفروض تبقون قبل حمل انتخابية يقوله كان يقول على حسب لما صر للإذاعة أنا ذاك يقول لهم على حسب المعطيات أنه الرقم هذا يتجاوز وبإذن الله يدير وعد انتخابي لما أصل إلى الرئاسة سأشكل لجنة تحقق لنا في عدد شهداء ثورة الجزائر شهداء الجزائر بالكل يعني هو يتبهى بزاف بالأمير عبدالقادر وصلي فكر يدير له تمثال بالملايين لا هو يعتز به حتى يظهر وراه صورة الأمير وكذا كذا معناها مقاومة الأمير وفترة الأمير أيضا هذو كشهداء إذن لازم له يحسبهم من المفروض لو كان عندنا رئيس يعني يحسب إلى وعوده يقول في الحمل الانتخابي يقول أنا سأشكل لجنة لمعرفة عدد شهداء الجزائر حقيقين أنا ما نعطيه رقم هناك من يتحدث أنهم تجاوزوا الخمس ملايين وهناك اللي يقول سبع ملايين هناك اللي يقول أقل المهم هناك أرقام ولكن أنا في إطار دوري الرسمي نحقق هذا الأمير وكذلك لما يطلع يعني تشكيل لجنة تقعد مدة تطلع هي تعطيله الرقم وعود يهضر به حتى لو كانش لا يكلبه عني ولكن هو قالوا مترشح قال هذا الرقم هو رئيس أكد هذا الرقم مرة أخرى وهو رئيس ولم يخبر الجزائريين كيفاش عرف هذا الرقم ولما يخرج للصين يعطي رقم هذا بل أنه ذكرت من قابل أنه محمود عباس لما جاء إلى الجزائر يذكر أمام تبون بلي رهي مليون ونص وأيضا في عدة مرات وفي مناسبات يقولوا مليون ونص بل أنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث من قبل حول هذا الرقم في ظل الأزمة اللي قيمت قائمة بين أردوغان وماكرون أتحدث على هذا نحن للأسف شديد رأينا في الجزائر بأن فرنسا قتلت خمسة ملايين جزائري في الجزائر من قال لي هذا؟ رئيس الجمهورية الجزائري طلبت منه وثائق حول الموضوع ما الذي حدث خرجت الجزائر دائرة بيان دائرة بيان بترد فيه على أردوغان بطريقة ما وهو أنا أجزم بأنه تبون قال لي أردوغان بأنه عدد الشهداء خمس فق خمس ملايين وطلب منه الوثائق شوف الدولة تركي تصرف بمنطق دولة قال له أعطيني الأدلة الوثائق لأنه هو يعتقد بأنه هذا رئيس دولة وروعة الرقم هذا أكيد عنده الوثائق وما عندهم شيء نتحدهم يثبت المليون ونص هاني نقول وأنا وليس طعنا في ثورتنا وليس طعنا في شهدائنا ومجاهدين لا نحن لا نريد الكذب نريد الحقيقة تاريخنا زي يفوه زوروه طلعوا ضباط وصف ضباط كانوا عند فرنسا طلعوا هما تلاعبوا في التاريخ أصبحوا حركة كانوا يقاتلوا مع فرنسا أصبحوا شهداء وأصبحوا كانوا مقاتلين مع فرنسا أصبحوا ضباط قادة وكانوا ناس ونذكر في هذا العماري العماري شارك في معركة الجزائر في صف فرنسا ضد الجزائرية صبح رئيس الأركان تعالى الجيش الوطني الشعبي وكرموا تببون في الأكاديمية العسكرية شرشال هو توفي خالد نزار كرموا تببون وهو كان سرجان عند فرنسا وأبوه كان قايد عند فرنسا وما إلى ذلك من هذه الأموة يعني راهوا تاريخنا مزيف تاريخنا مزور أكاديم أوه نحن جزائريين راهوا ماتون وقتلوا الهذم والذبان هذم والذبان يعني فرنسا توصل تقتل تسع ملايين قتلت منهم مليون ونص وحيوش نوع رغم أنه شهود عيان أنه كثير من المجازر التي ارتكبتها فرنسا تلقاهم الحركة جزائريين كانوا مع الصف الفرنسي يقضوا في الجزائريين وعندي خالي بوزيد الميداني مثلا نذكره على سبيل المثال كان مجاهد ميسكو في معركة جابوه ذبحوه أمام بيته والذبحوا حركي وليس حتى فرنسا وكثير والحركة ذوك الذبحوا الجزائريين هاجروا مع فرنسا وصاروا يرجعوا وعندهم ممتلكات وعندهم علاقات وفيهم اللي دالوا شركات وأصبحوا ينالوا في صفقات وفيهم 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 يعني جيت أحكي لهذا لتطلق هكذا تتلاعب بالثورة كل خرجة تتلاعب بالثورة الشهداء استشادوا من أجل أن تكون الجزائر بخير الجزائر ليست بخير المجاهدون جاهدوا من أجل أن يعيش الجزائري في بلده كريم عزيز الجزائريون ليسوا عزازوا كراما وهنا منذ قليل فقد كنا نتحدث حول المواطن هيثم جباري وعائلة جباري عائلة ثورية في الجزائر وتبحث في جدود هذا تلقاهم مجاهدين وفيهم شهداء وكذا وكذا ها هي ثورة بكري في وقت الثورة فرنسا قتلت له أهله وهو الآن قتلته الشرطة انتعى الجزائر المستقلة بين ذو فريد رغم أنه استقلال مشروط فرنسا أعطت الاستقلال للجزائر في إطار أن تكون متعاونة مع فرنسا تلاعبتم بالثورة تلاعبتم بالاستقلال تلاعبتم بالمجاهدين والشهداء تبون حبي يظهر أنه زعيم على طريقة بومدين قدس الثورة بومدين هو أصلا دار عمليات اغتيالات لكبار الثوار وكبار المجاهدين وتم طردهم وهضم حقوقهم بلاوي كثيرة حدثت وما زالوا عايشين على ريع شرعية الثورة عنده الحق ماكره لما قال أنه يعيش على ريع الذاكرة نظام ما عندهوش برنامج الشعب يحب يعيش في بلد عزيز الشعب رب يهرب الناس تهرب تروح لسبانيا وجي تعيش في بارباس بلاكواغت في فرانسا ويتمنى حتى يزوج عجوزة عندها تسعين سنة باش يدير بها الكواغت ويعيش عندها يقعد عندها في الدار وتلقاهم أبناء شهداء وهذم لا ذنب لهم نعذرهم أولهم عذرهم ولم ينشل نطعن فيهم مستحيل نطعن فيهم هذم لو وجدوا خير في بلادهم لا بقوا فيها هيا روح أفتح الجزائر اتفق مع فرانسا كلهم الجزائريين اللي يحب يروح بلا فيزا ونتحداك أنه يبقى واحد في الجزائر الشعب كل يخرج وفي الأخر يالحق سعيد شينجري حوتبه هكذا وصلت بالبلاد أنت رئيس جمهورية عطيت رقم تخون ثابت عليه لأنه رقم يطلق فيه فقط كان يغازل في القيد صالح وغازل في عواطف الجمائر وعاش على هذه الفطرة ربع سنين وهو يغازل في الجزائريين عن طريق أمير عبدالقادر عن طريق الثورة عن طريق الشهادة دير القمة العربية دير هافيه النوفمبر دير الدستور اللي مزور وكانت طعنة في ثورة التحرير وفي ذكرى اندلاع الثورة أنك تدير دستور هذا الدستور يعني يعبث يعبث ببيان أول نوفمبر وفي نفس الوقت شعب يرفضوا الناس اللي راحوا نسبة قليلة راحت قامت بالاستفتاء على الدستور رفضاته ويدخل سعيد شينجري حيمرر الدستور بنتائج مزورة وسيأتي اليوم يرحل تبول ويرحل شينجري حي ويجي اللي يخلفهم ويثبت أنه هذا الدستور مزور ويزيد غيره ويدير دستور واحده هذه هي بلادنا نظام يتاجر في كل شي نظام يعبث بكل شي نظام أي مقدس يستعمل بشي دنس هذه البلاد البلاد محتاجة إلى رجال حقيقيين عندهم برنامج استراتيجي مش يطير من هنا سفريات مر في الصين ويعتبرون خروجه للصين وزيارته هناك فتح عظيم الله ما هي إلا رهن للدولة الجزائرية لدى قوى كبرى نظام يدرك يقين أن ما تحت أقدامه هي رمال زاحفة يبحث على أي ثقل يضعه فوق رأسه كي يغرس أو أقدامه في هذه الرمال المتحركة ولا يتزعزع والرمال هذه المتحركة بسبب الرفض الشعبي بسبب عدم شرعية النظام بسبب عسكر يستعملون كل أساليب القوة والعنف ضد البلاد وضد الجزائريين حتى يبقى هذا النظام نظام يفتتح جبهات مع المواطنين نظام يفتتح جبهات مع الجيران حتى يصنع النبوة باع إسرائيل جاي للمغرب باش تحتل الجزائر وتضرب الجزائر وهذه الحكاية كذابة كذابة يعني يكون النظام الجزائري في خطر أكبر وحدة تحميه يا إسرائيل لأن إسرائيل لا تريد أنظمة شرعية أنظمة تكون مؤثرة أنظمة تحول هذه البلاد إلى ذات ثقة الاستراتيجية مدام عسكر نظام يعبث بهذه البلاد وفي ثرواتها وش يخص إسرائيل أكثر من هذا أوقفوا هذه المهازن أوقفوا هذه المهازن الشهداء ليسوا بضاعة مزجاد رحت للصين ورين ما هي الصفقات ما هي للمشاريع المتبادلة أنه يجيب ورح يستثمرون ثلاثين مليار وكذا وكذا يعني في رأيكم الصينيين رح يفقون في نظام غير مستقر رئيس رو يعطي لهم في الوعود فقط وهم يدركون يقينا أنه لو كان أحد الجنرالات ما يعجبوش الحال يهزوا من المطار لما يصل لأنه نظام غير شرعي ومؤسسات تكون استثمارات في أي بلاد عندما تكون هناك استقرار ما بين القاعدة والقمة بين المواطن والحاكم بين المحكوم والحاكم هكذا الدول تشجع نفسها على الاستثمار في بلاد مثل هذا أما بلاد غير مستقرة مثل ما نراه صدقوني كلها وعود كاذبة كلها من أجل عهدة ثانية التي هي عهدة سادسة لفريق آخر من عصابة بوتفليقة والقادم أسوأ واذكروا كلا لا جني جني تحدثنا من قبل حول حملة شرسة تقودها قيادة الدرك بقيادة الجنرال أو اللواء حاليا كما تم الترقيت يحياء الحاش هذا الجنرال الذي صار ينفذ واحدة الأجندا غريبة وعجيبة وقلت لكم في مداخلة سابقة فقط أن الحملات ستتصعب وأن هناك برنامج لاستهداف المغاربة في الجزائر وهذا الكلام قلت منذ مدة طويلة وكان مخطط حتى لكشف خلية فيها جواسيس مغاربة والهدف هو تخويفهم إرهابهم طردهم سجنهم فهذا هو المهم أن النظام الجزائري شعل أزمة أو شعل أزمة مع المغرب لم يخرج منها بنتيجة وخرج انهزم أخلاقيا والمغرب فاز أخلاقيا في هذه الأزمة لم يعامل الجزائر بالمثل مسألة علاقاته مع إسرائيل تهم المغرب قليني من الشعارات هذه أو عنده علاقات بسرعي أو باع قضية فلسطين لا تهمني المغرب كيف يتعامل مع الجزائر أما غير الملفات الأخرى فهي تعني المغرب وتعني الفلسطينيين فلسطينيين فلسطيني ما احتجش على تطبيع إسرائيل مع المغرب يجي وما احتج الفلسطيني على تطبيع محمود عباس وتنسيق الأمني مع إسرائيل يجي أنا نحتجش في براستو كل بلاد راه عندها أهلها وهم المكلفين بها ما أضر قضية فلسطين هي المزايدات هذه من شعوب وأمم أخرى وفي إطار القومجية العربية وفي إطار الشعارات الإسلاموية هذه حتى أضرت فلسطين وأصبحت لقمة سائغة لدى كل من هب ودم أيذن المسألة أنا قلت لكم فيها مخطط منذ أيام قال لك رانا أمسكنا 12 يعني فيها 12 أجنب الدرك الوطني تكلموا بهذا الأمر اسمعوا تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحالات سرية عن طريق البحر انطلاقا من دولة المغرب مرورا بالجزائر نحو السواحل الإسبانية هذه الأخيرة كانت بسدد التحضير لعملية إبحار سري انطلاقا من شواطئ وهران بحيث أسفرت العملية بعد التحقيقات المعمقة وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف 13 شخص 12 من جنسية أجنبية و1 من جنسية جزائرية ذكروا يعني جنسيات أجنبية ذكروا أشخاص أجانب ما قالوا مغاربة ولكن أجزم لكم بناء على مصادر أنهم مغاربة معناها 12 مغربي مسكوه الدرك الوطني بعد أيام زادوا خرجوا خلاص بيان آخر للدرك الوطني صوروه ديروه ما حالك فيل من قبل لما يمسكوا جماعة ما يديروش الفيلم هذا ومراقبة وكذا وكذا كانوا شريط مثلك الشراء الأشرطة اللي يديروا فيها تحت حقيقات انتع الجرائم وانتع على المتابعة القضايا والأمل يمثلوا فيهم الدرك مع جهات إعلامية ويديرونا أشرطة وكذا وكذا أهم موجودة مليانة اليوتيوب من قنوات مختلفة بثت مثل هذا البرامر ديرونا فيلم واحدة أخر قالك 28 مغربي يعني 12 أجنبين لهم غاربة و28 يعني راهم 40 تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحالات الإبحار السري للمرة الثانية على التوالي بعد إحباط العملية الأولى الأسبوع الفارض انطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرارا بالجزائر بعد تكثيف التحريات وبالفضل التتبع وترصد أفراد العصابة وبعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر وبفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة تم وضع حدل نشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين بحيث أسفرت العملية عن توقيف 32 شخص 28 من جنسية مغربية وأربع جزائريين وقلت لكم لن يتوقف هذا المسلسل زادوا أيامات وها هي شبكة جديدة أخرها نفس الجهة خرجت لنا بـ 15 مغربي في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحالات الإبحار السرية العملية التي جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة تم على إثرها وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر إلى حين الإعداد والتدبير والتحذير لتهريبهم عبر البحر أفضل التحريات إلى توقيف 16 شخص 15 من جنسية مغربية وجزائر الجنسية يعني 55 مغربي تم توقيفهم في هذه الحملة في شهر جويليا فقط زيد ووقف أخرين في بشار ثلين معناها 57 مغربي وهناك معلومات تتحدث أنه أيضا فيها شبكات أخرى رح يتم الإعلان عنها في الفطرة القادمة تتعلق بتوقيف المغاربة في قضايا مختلفة معناها حملة ممنهجة تقول لي هذوم المغاربة راهم جايين من هي ديني شبكة تهريب دولي يبني راهي المغاربة هجرتهم غير الشرعية من المغرب أقرب إلى إسبانيا هلاش حتى يجيين الجزائر كيف هذوم جاءوا جاءوا على الحدود إذن الحدود مش مؤمنة الحدود البرية دائما تقوله تبوني قولك الباب اللي يجيك منه الريح سد وستريح هو يتكلم على الحدود البرية قالت له خديجة بن جنة هنتم مسترحين؟ قالها الحمد لله جوغ لكم الكل شي مثل ما يقولون لشقاء المصريين الباب اللي يجيب الريح سد وستريح وأنتم مرتاحون لذلك مرتاحين الحمد لله هكذا قال تبون لكن إذا هؤلاء جاءوا على الحدود البرية هذه معنى استوانت أن الحدود البرية مؤمنة أو أنها غلقها هو أمان للجزائر كذب ولكن الأرجح أنهم جاءوا عاديين يعني سافروا لتونس وتونس أو لأي دولة أخرى وجاءوا للجزائر يعني في رأيك هذوم جايين راحوا لتونس وتونس باش يجوا لهنا وجايبين لببادن معاهم باش يحرقون الضفة الأخرى إذا جاءوا صح معناها الجزائر راهي ما هيش مركز عبور فقط الجزائر راهي مساهلة معناها المغرب مقدروش يحرقوا من المغرب معناها المغرب راهوا داير إجراءات مشددة معناها نجح المغرب في منع الهجرة غير الشرعية أرى يبقى لهم الجزائر الجزائر مستباحة مستباحة بهذا لكن المعلومات التي توفرت لدي تقول بأن هذه كلها عملية مفبركة هذه براهم ناس كايين اللي جوا عندهم أقاربهم وزياراتهم وعندهم أهليهم وكايين أخرين مقيمين مقيمين على التراب الجزائري بصفة عادية كايين اللي متزوجين جزائريات كايين اللي راهم عمال فتم استهدافهم في إطار حملة ممنهجة ومنظمة ضد المغرب لأن الخطط كل داروها داروا قضية الحشيش كل يوم إربعاء راهي شبكة حشيش وراهم تم توقيف الحشيش وجيبوا ويصوروها وكذا وكذا ما صدقهم فيها حد ما صدقهم أحد لأنها أصدونات راهي نفس الكمية يدوا يخبوها وغدوة يزيدوا يمثلوا بها ويحكموا في الناس أبرياء مثل ما جابوا مرة ثنين أشخاص وشفتوهم مساكين باين غلبانين وجايبينهم في قضية بالمليارات وباين لا يملكون قوت يومهم وهما لحسب المعلومات خطفوهم من حدود مساك تعرعات عندهم شوية غنم خطفوهم من ثم وجابوا لفق لهم هذه التهمة وداروا بهم هذا الفيدي نفس الحكاية قلت لكم منذ مدراه هناك مخطط للتصعيد ضد المغاربة الموجودين على الطراب الجزائري وما يقوم به ألحاج هو يدخل في هذه الأجندة ترى هل ألحاج لقى أوامر من جهات ما أم لا أو أنه يدرك وفي بعض الناس يحلوا يقولوا لا ما أعطوه حتى أوامر رأي يسمع بحكاية يقول لهم ديروا لهم غاربة يعني لما مسكوا صحراويين من البوليزاريو متورطين في شبكة احتيال كبيرة باسم الهلال الأحمر الجزائري وباسم الأمم المتحدة أنت على اللاجئين المحافظة السامية لللاجئين يحتالوا يجيبوا في سلع بالمليارات من الخارج تحت أعين المسؤولين وعلى مدار سنين هيا بدأت تفوح رائحة هذه الجريمة نتنة والكرهة هما احتووها وخبوا الصحراويين أخفوهم ولفقوا التهم فقط والتهم غير الجزائري هنا يخفوهم والأخرين اللي جايين من المغرب على أساس باش يحرقوا معناها شبكة شبكة جزائري تخيل يمسكوا ربع جزائريين معهم 28 مغربي يعني جايين لو كانوا هذوم على الطراب المغربي نقوله لكن هذوم على الطراب الجزائري جايين هكلك وحدهم ومنظمين جماعة يعني الدولة مستباحة أمنية لهذا الحد واضح الفيلم يا جماعة أنا مصادري من معلوماتي من وعران تقول بأنه هؤلاء الأشخاص راهم راهم دارونهم فخ كيفاش دارونهم فخ جايبين لأنه الحرقة كلهم في وهرا في عنابة في المناطق كل يعملوا مع الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية تقبض عليهم أموال والبحرية في الطريق تقبض عليهم أموال وما كانش واحد يقوم بتهريب المهاجرين ما عندوش علاقاته ما عندوش حماية ويأخذ أمواله نسبة معينة تروحي المسؤولين أملي هذه هذه داروا لهم فخ حرشوا عليهم ناس وداروا لهم هكذا السيناريو حتى على أساس ورطوهم في هذه الإجراء وضربوهم وتعرضوا إلى معاملات قاسية وأجبروهم على توقيع محاذر يتهموا فيها أنفسهم أنهم كانوا يحذرون إلى الهروب والحركة للضفة الأخرى هذه هي المعلومات وخوفوهم وقالوا لهم نديرو لكم قضايا أبعد من أخر نديرو لكم جوسسة ونديرو لكم أشياء مثل هذه ووقعوا ووقعوا محذرينهم قالوا لهم لما قدموهم إلى القضاء قالوا لهم حذاري ثم حذاري أنكم تنكروا ما نسب إليكم رايح تقولوا كلام غير اللي قلتوه في المحاذر رايح نجوكم ونخرجوكم من السجن ولا ندخلو لكم في السجن ونورو لكم النجوم في عزبة هذه معلومات ماهيش تحليلات لذلك ما يحدث راهي حملة ممنهجة يا ناس راهي حملة يقودها يحيى ألحاج قائد الدرك الوطني الذي تمت ترقيته بصفة خاصة من طرف سعيد شنجريحة وفي آخر دقيقة يعني في نهاية جوان داروا له مرسوم في بداية جويلية داروا له رتبة ما كانش مبرمج أصلا تتم ترقيته من عميد إلى لوان فمباشرة بعد بعض القضايا دارها وفي مخص الحماية اللي قدمها لقيادات البوليزاريو اللي متورطة في فضيحة فساد كبيرة كبدت الجزائر المليارات في قضية هذه السلع اللي يجيبوا فيها باسم الهلال الأحمر الجزائري وباسم المساعدات اللي تقدم إلى الصحراويين الرهائل في مخيمات تيندوف كافأوه وما زالت المكافآت رهي جاية والرجل كل عاطي أوامر للمدن الحدودية كلهم ضرورة كشف وأنه كل جهة قالوا تحسبوني بقضية متورطة فيها المغاربة وجيبوا لي رؤوس مغاربة متورطة هذا اللي قاعدين يديرهم يعني أكثر من خمسين مغربي تم توقيفهم في جويليا على أساس أنهم يهرب الهدف أولا هذه ضربات للمغرب ضربات للمغرب نستهدف الكولاد ما قدرش رح تدرت مع إسرائيل وراك تستهدف البوليزاريو أنا نستهدف الكلمغاربة على أرض نوع من الإبتزاز للطرف المغربي هذا من جهة من جهة ثانية مش هذا فقط من جهة ثانية محاولة إظهار أنه المغرب هو مصدر الهجرة غير الشرعية لأنه منذ مدة يعني كل الأنظار وجهت للجزائر على أساس أنها مصدر للهجرة غير الشرعية أنه الجزائر الآن في نظر أوروبا وفي الدول الأوروبية وفي الدوائر المختصة حول هذه الهجرة يقول بأنه الجزائر مصدر للهجرة غير الشرعية وهناك الكثير من الشهادات تتحدث عن الجزائريين اللي يوصلوا للذفة الأخرى من المتوسط وتحديدا هنا فرانشيسكو توجر مع الحرقة وقلبه مع الحرقة ويخدم خدمة لتاع قنصلية ولا سفارة ولا تلتاعه كل يوم رأوا في البور يستنى في الحرقة لكي يعاونهم كي يبقى هنا في اسبانيا كي يخرج سيرتوا فرنسا ويطلع إلى الإنجليز هذا البحر في ألميريا عنده مكلة زيرية كما قال لفرانشيسكو كان يأكل ديجون وذو كوي يأكل دي فامي ورأي لي تصور رأي لي صغار بنات ناس كبار كين اللي بالجوف ورأي لي تصور اللي الواحد ما يقدرش مخه يحبس قال لي واش عندكو في زير الحرب قال لي واش عندكو في زير الحرب إذن أنه نقول هالكو مهاذران نزيد جدد أنها معلومات أن هذه القضايا هي هناك شبكات للجزائريين شبكات للجزائريين يقومون بتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الضفة الأخرى هناك ضغوطات أوروبية على الجزائر هناك ضغوطات كبيرة حول هذه المسألة وهناك لقاءات أمنية بين الجزائر والدول الأوروبية فتلقت ضغوطات كبيرة حتى تنهي يعني ترعب الناس تتوقف شوية الهجرة غير الشرعية ليس بسبب أن جزائريين يهربوا من البلاد ما عاد يهمهم هذا أصلا السبب هي الضغوطات التي مسلطة على الجزائر وتبون يستعد إلى عهدة ثانية رئاسية ثانية ولازم لهم يسكتوا شوية هذا العمر أمر آخر أن الجزائر ما يلانها هذا إلى الروس والصين بهذه الطريقة أغضبت الغرب وبدأت تتحرك في دواء الغربية مسألة الهجرة غير الشرعية من الجزائر ولذلك ماذا فعلوا قال لك خليني ندير ضربات ولكن ضربات هذه منها أخيف الناس وأوقف شوية الهجرة غير الشرعية في هذه الفطرة أبين بأن الهجرة غير الشرعية اللي تمشي من الجزائر رهي مؤامرة مغربية الأمر الثاني أن مصدر الهجرة غير الشرعية هي المغرب وليست الجزائر وبذلك يضربوا عصفرين بحجر أول حاجة يقللوا هذه الهجرة حتى يتفادوا شوي الضغوطات الأوروبية في هذه المرحلة الأمر الثاني يوجه الاتهامات وصفوا الحسابات مع المغرب لأنهم فشلوا في أي ضغط من جانب آخر سواء دبلوماسي أو شيء من هذا القبيل أو العسكري حتى الأسلحة في الفطرة الأخيرة زادوا وعطاوا أسلحة للبوليزاريو ما عادت تقدم شيء سوى أخبار يقول لك راهي أدت عملية قامت بها البوليزاريو وأدت إلى سقوط قتلى في صفوف الجيش المغربي وما إلى ذلك من هذه الأخبار راهي يوميا تنشر عبر الصحافة وعبر وكالة الأنباء الجزائرية ولكن في الواقع هناك ربما راهي إطلاق أشياء ولكن لا صحة لهذه الأخبار لأنه لا توجد هناك حرب هناك محاولات صناعة حرب استضمت بجدار صلب يتمثل في قوة المغرب العسكري لذلك أنا أقولها لكم أنه هذه راهي حملة ممنهجة باستعمال المغاربة ناس مهاجرين شرعيين موجودين مقيمين شرعيين يتواجدون على الطراب الجزائري بصفة شرعية وبذلك يهددون وما زالت ما زالت هناك يجي نهار ويقول لك رأنا نلقينا شبكة منتعم غربة راه يتجسسون لصالح إسرائيل لصالح المصاد على الجزائر المهم إخواني الكرام قلت لكم أن ما حدث هذا الخبر الجديد راه يدخل في إطار مشروع خطة أعلنها وأطلقها الجنرال ألحاج وهي مفضوحة خرجينها الناس من الدرك الوطني خرجوه ونحن لا نقول هذا لن نكشف في أسراء ما تتلعبون ناش بمستقبل البلاد ما تتلعبون ناش بمصير الناس هؤلاء ناس أجانب ولا مش أجانب الهجرة غير الشرعية سببها الجزائر سببها معاناة الجزائريين والجزائر أصبحت الناس تهرب منها ما جيش أنت تتحاول تغطيلي على الفيلم هذا الدير للفيلم تستهدف ناس أبرياء توقفهم وتعذبهم وتضربهم ودير لهم قضايا وتطبعهم في السجون وإلى أجل غير مسمى هذا ظلم هذا يتنافى مع المواثيق الدولية يتنافى مع التزامات الجزائر بحق معاملة المهاجرين الشرعيين حتى بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين ليس بهذه الطريقة وليس بطلفيق القضايا ولا ضرب الناس وتعذيبهم ما يقوم به ألحاج في مسألة الهجرة غير الشرعية راه ضربة لصمعة الجزائر الحقوقية ضربة لصورة الجزائر وتشويها وهذا الرجل راه قلت لكم من قبل وانشرت قبل في صحيفة أمريكية ما قال تحدثت فيها عن تورته نعم تورته في قضية تهريب مهاجرين غير شرعيين أفارقة اللي جاءوا ويعبروا الطراب الجزائري وهناك شبكة من تجار البشر راه ميمرروهم وكل ذلك يحدث تحت أعين الدرك الوطني ويخلوهم يمروا إلى المغرب ومن المغرب شفتوا واجداروا في مليليا وتلك الحادثة التي رآها كل العالم هذه حاول يغرق المغرب بمهاجرين غير شرعيين الآن صارت هناك يعني مراقبة قوية من المغرب لحدوده على مسألة الهجرة غير الشرعية ما بقاش إذن خلني نستعمل المغاربة اللي موجودين على الطراب الجزائري أو يجو زيارات لأهليهم وأقربهم هذا عنده أخت وهذا عنده قريبته وهذا عنده أهل زوجته وما إلى ذلك من هذه الأمور يجو خلني نستعملهم في مخطط الهدف تصفية الحسابات مع المغرب والمغاربة للأسف الشديد وصدقوني يا جزائريين أن الأمور ستتصاعد أكثر وأكثر وسنرى العجب العجاب من هذه في هذه القضايا في ظل ناس ما عندهم أدوا القسم على الأمانة أنت قائد درك الوطني أقسمت على الأمانة تروح تلفق تهم للناس نعم تلفق قضايا تظلم الناس تطرد الناس من الدرك تطرد الناس اللي عندهم أخوالهم وجدودهم غاربة وصل لتتخذ هذا القرار واتخذ قرار أنه لا أحد يدخل للدرك الوطني مستقبلا إذا كان عنده واحد حراكي ولا معارض ولا عنده أيضا صلة معينة مع المغرب جده مغربي ولا أمه ولا جداه من أمه مغربية ولا جداه من باباه مغربية ما يدخلش الدرك الوطني يعني تحول هذا الجهاز إلى جهاز من يحاول أن يعلن الحرب لأنه الحدود كامل وحراس الحدود وهذا متورطين في قضايا التهريب في قضايا تهريب الحشيش ومعفيات الحشيش اللي يرهم يقولوا جي من المغرب لكن ما يتحدث وش كون يستقبلها وش كون يوصلها إلى ليبيا ووصلها إلى ما ليوصلها للدول الإفريقية ش كون جزائريين إذا كان يجوم غاربة يدخلوا ووصلوا عليه هذه ما بقعتش دولة دولة مستباحة أما إذا كانوا جزائريين منهم من يحميهم أيضا تهريب الأقراص المهلوسة اللي جي من الحدود الشرقية للجزائر وتوصل حتى للمغرب وتهرب إلى المغرب في إطار تبادل لهذه البضائع وما إلى ذلك من طرف شبكات المغرب يحربها والجزائر ما تحربهاش بل تتلاعب بها وتستعملها فقط في إطار تصفية حسابات لأزمة دبلوماسية وسياسية تحل في دوائر دبلوماسية وسياسية وليست في دوائر أمنية وبهذه الطريقة المفضوحة والمكشوفة للأسف الشديد والقادم صدقون صنرى فيه العجب العجاب إن بقي هؤلاء يتحكمون في القرار بهذه الطريقة ويستعملون الناس الأبرياء من أجل فبركة قضايا لتصفية حسابات من أجل إبراهيم غالي ومن معه في إطار عصابة الأربعين حرامي إن صح التعبير الذين صاروا يتحكمون حتى في قوت الجزائريين ويلعبون ويعبثون بأموال الجزائريين من أجل قضية خاسرة ومحسومة ولن ترى النور والقرب كلانا حقيقة أن المهازل التي صارت تتسبب بها البوليزاريو للجزائر والجزائريين بلغت مدى هذه المنظمة التي دخلت للطراب الجزائري في ظروف معين جابوهم على أساس لاجهين عملوا لهم مخيمات بعد ذلك عملوا لهم دولة في المخيمات وبعد ذلك قالوا لهم ديروا ولايات بالمخيمات ولاية الداخلة ولاية العيون مش نعارف واشو ما رأوا وكذا قالهم ديروا مخيمات هنا ديروا رئاسة ديروا مقر رئاسة وما إلى ذلك ونحن نجيبو لكم اعترافات جابو لهم دخلوهم في الاتحاد الافريقي بأموال الجزائرية وصبحت دولة داخل الدولة لم يقتصر الأمر أنها تكون دولة داخل الدولة فقط بل أنهم اعطاوا لهم سلطة القرار لخلوهم ينفذوا في قوانينهم عندهم سجونهم يعني البوليزاريو تعتقل الناس وتحسبهم وتسجنهم وتعذبهم وتضربهم على الطراب الجزائري وهم عندهم حتى سلطة قانونية لأن وجود على طراب الجزائر لا يخول له القانون أن يمارس أي سلطة الدولة الجزائرية التي تحمل المسؤولية فحدثت عملية إعدامات قتل اغتصاب جرائم كبيرة حدثت في المخيمات وحسب هؤلاء في إطار دائرة معينة لبوليزاريو ويتم إخفاء الحقيقة وما إلى ذلك من هذه الأمور أولي يديرونا في مصرحيات أحياني يقول لك مثلا مرة عبد الملك سلال كان رئيس الحكومة جاء محمد عبد العزيز إلى العاصمة كان في محل إقامته وديروا أخبار أن ذاك أن الرئيس الصحراوي يستقبل رئيس الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال هو رعلوا الإقامة الجزائرية وديروا واحد المظاهر المضحكة والسخيفة التي لا يمكن تصورها حتى في حفلة الستينية في خمسة جوليا 2022 ستينية استقلال الجزائر جاءبوا محمود عباس جاءبوا الأخرى ذاك قيس سعيد وجاءبوا بعض الضيوف وراحوا جاءبوا إبراهيم غالي إبراهيم غالي في تلك الفترة كان في العاصمة قالونه أهبت تلتين دوف هبط تلتين دوف قاعد في المخيم شوية ولا بات ليلة ولا ما على بليش وبعد ذلك جاء وتم استقباله في المطار قال لك استقبال الرئيس الصحراوي لينزل في مطار الدار البيضاء للمشاركة في احتفالات الرسمية لستينية استقلال الجزائر هو روجه في طائرة جزائرية ومن مطار تندوف الجزائر إلى مطار تندوف الجزائر وبعد الغريبة ودعوه راح أيمن بن عبد الرحمن ودعوه وقال لك أيمن بن عبد الرحمن يودع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي يغادر الجزائر ويرح يروح يروح تندوف على مطن طائرة جزائر كل ذلك باش يساوه مع الرؤساء وذلك اللي جاء يشاركوا في الحفل هذه اللي كل استقبلوهم في المطار باش يبينوا باللي راح عنده دولة هو لا عنده دولة لا عنده أرض حتى المناطق المحررة اللي كانوا يسموا فيها محررة ويقولوا رانا نتواجدوا فيها من زمان ما عادي يتواجد فيها أحد أصبحت مناطق محرمة هذا مش كلامي هذا كلام صحراويين نعم صحراويين يقولوا عليها المناطق المحرمة في المخيمات يسموا فيها المناطق المحرمة وبعد ذلك يسافر ويقول لك الرئيس إبراهيم غالي راهو سافر للعلاج في إسبانيا وهوما راحوا دالوا الوثائق وتلاعبوا في القضية وبعد ذلك كين فضحت الأمر هربوه وجابوه وحطوه في عين النعجة وبعد ذلك يروح لتبون بوشينغريحة في زيارة للرئيس الصحراوي اللي يعالج ورح وقفه عنده هو يعالج في المستشفى العسكري داع الجزائر في عين النعجة ومجانا على حساب الدولة الجزائرية ولا شيء المهمة المصرحية تلك كل بشي يغيظوا المغرب المغرب اللي كان يعمل على مستوى العرب يكسب في الناس يدير في بونة تحتية يدير في تنمية بشرية لصالح اطرحته بمغربية الصحراء الجزائر قاعدة تدير في الأفلام والمصرحية بل أنه مش هذا فقط مش هذا فقط هذه المصرحيات وهذه الأفلام ويروح إبراهيم غالي يسافر للدول ويغادر بالطائرة الجزائرية يراحل تونس وروجوله ونازل من طائرة جزائرية ونزل في مطار تونس وما رافق ذلك من حكايات يروح لبعض الدول بها البوليزاري وجمهوريتها بأموال الجزائريين يروح يشاركه ويستقبله وما إلى ذلك من هذه الأمور كله يروح على حساب الدولة الجزائرية يروح بالجواز الجزائري ما عنده حتى شك المهم يعني يوصل العبث للوحدة الدرجة يعني أصبح حول هذه القضية إلى قضية سخيفة لأنه الصحراويين في المخيمات صاروا يلعنوا حكاية الدولة قل كنقعدنا لاجئين نريد أن نعامل كلاجئين الصحراوي الآن في مخيمة تيندوف باستثناء المستفيدين من عصابة إبراهيم غالي ومن معاه اللي عندهم نفوذ وعندهم علاقات مع النظام الجزائري ومع جنرالة الجزائري الأخرين يقول لك أريد أن تعاملني لاجئ لأنه لو يعامل لاجئ عنده حقوق حق السفر عنده حق في رخصة السفر وما إلى ذلك وعنده حق المغادرة وهم يريدون المغادرة لكن ما يعملهمش كلاجئين هم رهائن لدى البوليزاريو بإعاز وتحت رعاية جزائرية هذه الحقيقة يطلب تعامل لاجئ له لاجئ يقول لاجئين هم همش لاجئين لا عندهم لجوه لا عندهم حق سفر لا عندهم حق المغادرة قريب نصف قرن وهم هناك في وضع رهائن بمعنى الكريم يعني صاروا حكاية الدولة هذه لأنهم كدلوا لهم الدولة في السبعينات قال لما قضيت وقت كل مرة يقول لهم قضيت وقت وكل مرة يخرج قياد يقول خلاص الاستقلال رهو على الأبواب كل كذب في كذب الواقع الذي رأيت في الداخل ووادي الذهب صدقوني حكاية الاستقلال هذه انتهت حكاية دولة سادسة في المنطقة المغاربية انتهت وانتهت بماذا؟ أنها الصحراويون في المناطق هذه الذين صاروا لا يؤمنون إلا بمغربية الصحراء بعدما كان عدد منهم يؤمنون بتقرير مصير وهذا تحدثت عنيه قبل أنا في 2010 لما زرت الداخلة اللي جاء خلاص انتهت الأستوانة هذه في 13 سنة لم يعود للبوليزاريو ذكر سوى لروح المعبر القرقرات ويلقى الصناد الانتاعهم هذه الحقيقة المسخرة العبث هذا رهو متواصل تخيلوا العام الماضي في أوت رقيت هذا الخبر الذي نشر ولم أعلق عليه من قبل لكن لفت انتباهي بداوي عودوا فيه في بعض صفحات الفيسبوك نقرأ لكم أنه في أوت 2022 نشر هذا الخبر رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا الجديد لدى الجمهورية الصحراوية حيث كتبت هذا الوكالة انتاعهم استلم رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليزاريو سيد إبراهيم غالي أمس الجمعة بمقر رئاسة الجمهورية أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا الجديد لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد يابلي ليسيدي ماسيتلا وجرت مراسيم الاستقبال برئاسة الجمهورية وفق الإجراءات والبروتوكولات رئيس إبراهيم غالي بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده لدى الجمهورية الصحراوية وفي تصريح للصحافة أبرز السيد يابلي ليسيدي ماسيتلا أن بلاده كانت منذ زمن بعيد مهتمة بالقضية الصحراوية وتقرير ما صير شعبها وتربط البلدين علاقات قوية وجيدة متعهدا بمواصلة العمل من أجل تعزيزها والتأكيد على إتمام تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وأضاف قائلا جئت لأقدم أوراق اعتمادي للرئيس الصحراوي كسفير مفوض فوق العادة لبلادي لدى الجمهورية الصحراوية أين قدمت للسيد الرئيس تحيات أخيه سيريل لرمافوزا كما كان اللقاء فرصة لمناقشة جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجرت مراسيم تقديم أوراق الاعتماد بحضور وزيرة التعاون السيدة فاطمة المهدي ومدير ديوار رئيس الجمهورية محمد بولود وعن الجانب الآخر القائم بالأعمال بصفارة جنوب إفريقيا هذا السفير اللي مستقبله إبراهيم غالي هو نفسه سفير لجزائر يعني سفير لدولتين وهذا الشخص هذا السفير الدبلوماسي رهو توفي في مايو 2023 توفي وأنا ذاك نشرت وكالة الأنباء تابعة للبوليس وخبر شوفوا واش قالت لي بعث وزير الشؤول الخارجية عضو الأمان الوطني السيد محمد سيداتي رسالة تعزية إلى نظيرته الجنوب إفريقية كذا عبر فيها عن تعزيه الخالي سوفي وفاة الدبلوماسي والسفير الجنوب إفريقي لدى الجمهورية الصحراوية والجزائر الذي وفاه الأجل المحتوم أمس الأحد يعني شوفوا هذا العبث يعني سفير الجزائر وفي نفس الوقت سفير في تندوف الغريبة لو قدم أوراق اعتماده لابراهيم غالي في مخيمة تندوف شلال العبث هذا والله عبث عبث بمعنى الكريم إذن سفير لدولتين على تراب دولة واحدة يعني هذا لا ترى العجب هذا إلا في الجزائر لا ترى العجب هذا إلا في الجزائر وجبهتها المسمة البوليساريو وان هي الجمهورية هذا هذا لو كان عينوه مثلا سفير ومكلف أيضا بقضية البوليساريو أو قضية الصحرا نقوله لكن يجري الترويج على أساس أنه سفير للجمهورية الصحراوية والجزائر على تراب الجزائر وقدم أوراق اعتماده قبل للجزائر وثم ذال تندوف راح تندوف في مخيمات بين قوسين اللاجئين وقدم أوراق اعتماده لابراهيم غالي هذا عبث هذا عبث بمعنى الكلمة وهذه الحالات رهي كثيرة وهذه كلها مؤشرات تدول على أن ما تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهم ما هيش واقع راهي عبارة عن حالة افتراضية حتى لو كانت عضو في الاتحاد الإفريقي حتى لو كانت عضو مؤسس فهي حالة افتراضية حتى لو أن الدول تعترف بها ما عندهاش أرض والجهة اللي تكون ما عندهاش أرض لا يليق أنك تؤسس الدولة وهذه أكبر ضربة كانت في صالح المغرب وفضحت أطروحة النظام الجزائري فالنظام الجزائري في ذلك الوقت السبعينات استقبل البوليزالو خلها مثلا حركة تحرر حتى هذه بين ظفرين تناظر تعلن مثلا حكومة منفى من أجل أن تقوم بشؤون الصحراويين في المنفى وطبيعي جدا أن يتم تأسيس حكومة منفى في الخارج في كل دول العالم الجزائر في الثورة كانت عندها حكومة منفى أو حكومة مؤقتة هذه كل الدول الدول اللي يكون عندها كما كذا تكون عندها حكومات هذه حكومة منفى ممكن هكذا ولكن لأنه جزائر أنذاك كانت هدفها تغيظى المغرب مش ندير لك فقط ندعم لك البوليز ندير لك دولة ونعلن هذه الدولة بالأموال عندها دول تعترف بها وندخلها في الاتحاد الافريقي وندير لها وندير لها وندير لها ونعامل لك إبراهيم غالي على أساس رئيس وقبل محمد عبد العزيز وكل ذلك ليس من أجل إيمان بقضية الجزائر ما عندها قضية في الصحراء هذه القضية بنيت على باطل أنا معاك في هذا ولكن على الأقل على الدولة كي تتبنى قضية تبنىها على قواعد صحيح لأنه ما عندهاش قواعد أصلا صحيحة صنعت لها قواعد مزيفة وأوصلتها إلى أنها تصبح دولة دولة افتراضية دولة موازية داخل الدولة دولة فيتن دوفية بمعنى الكلمة هنا هي هذه الدولة حتى جنوب إفريقيا لتعترف بالبوليزاريو والبوليزاريو عندها سافير في جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا يتي تبعث تبعث سافير سافير فيتن دوف회 لأنها تنظر إلى أنه البوليزاريو هذه ماهيش دولة راهي دولة افتراضية خلين خلوا المهمة هذه أيضا افتراضية إلى سافير أنا ما أهمت القصة هذه حدثت منذ فترة ولكن أنا حبيتها كدروس وعبر العبث الذي عبث به جنرالات الجزائر بالصحراويين مساكن وصل إلى حد المهزلة كله كذب أخبار كاذبة البوليزاريو تكذب عن العسكر والعسكر يكذبوا عن البوليزاريو البوليزاريو يطلقوا في جلسات خاصة يسيبوا العسكر العسكر يطلقوا في جلسات خاصة ينكتوا على إبراهيم غالي وجمعته بل أنهم يضحكوا على هذه الجمهورية وفي أمام المغرب نظهروا ونجيبوه ونستقبلوه ونبينو وكذا وكذا القضايا العادلة ما تحتاج إلى هذا النوع من العبث والعناد وما تحتاج إلى أنها تتحول إلى مصرحيات على ركح مشهد الدولة القضايا العادلة تفرض نفسها تفرض نفسها قضية فلسطين قضية عادلة ما داروش دولة أداء مشات السنين هذه بعد الاتفاقيات مع إسرائيل اتفاقيات السلام وحل الدولتين وما كذا بدأوا يديروا في السلطة سلطة فلسطينية اليومنا هذا ما كانش دولة هذه قضية عادلة من رأسها إلى أخمص قدميها ما عندهاش دولة ما زالت الحكاية دولة افتراضية ولكن عن المستوى الدولي سلطة سلطة فقط يعني في حين تين دوف اللي فيها ناس راههم أمام الجزائر تقول للمجتمع الدولي لاجئين المساعدات لاجئين وفي نفس الوقت عندهم جمهورية رانا عطينا لهم تين دوف وصلت حقيقة أن البوليزاريو في هذه المناطق مسيطرة مسيطرة مطلقة على هذه الأراضي لو يروح عسكري ويدخل إلى المناطق لتسيطعها البوليزاريو يسجن وهذا الذي حدث عدة مرات من قبل وصل إلى اعتقال عسكري ووضعهم في الاحتجاز لدى البوليزاريو في رأيكم القضايا العادي التي تمشي بهذه الأمور المغرب كيف تعامل مع هذه القضية المغرب يدرك بأن هذه القضية من دون الجزائر لا يمكن أن توجد وأن حسمها يكون أولا يبدأ بالداخل دار المسيرة الخضراء راح هناك وبدأ بالعقاد على دار إجراءات أمنية في فترات معينة ثم بعد ذلك اتجه اتجاهات أخرى للتنمية البشرية في غضون 13 عام لم يعد ذكر للبوليزاريو موجودين أشخاص على فكرة موجودين أشخاص وراهم يخرجوا يدخلوا في بعض المناطق موجودين يؤمنوا بالبوليزاريو أنا هنقولش ما كانش خلاص ولكن كتأثير أو شيء ما كانش سعف الداخلة والوادي الذهب لا عفرة له لكن ربما يكونوا في العيون موجودين أو شيء من هذا قبل راح نروحوا نشوف إذا لقيتهم راح نقول وإذا ما لقيتهمش راح نقول نقول الحقيقة ولكن في الظاهرة الشعبية ما كانش ما كانش على المستوى الشعبي لهذا اللي كشفته في تحقيق أين البوليزاريو على المستوى الشعبي خلاص المغرب استطاع أن يحسمها داخليا بهذه الطريقة عامل الزمن كان في صالحه كان يدرك بأن هذه القضية مفتعلة من طرف الجزائر وقبلها القذافي ومعالجة قضية مفتعلة من طرف دولة جارة وقوية ولديها ثقلها ولديها قوة العسكرية تحتاج إلى حكمة وحنكة في التسير فبدأ في الحسم الداخلي ثم اتجه إلى العلاقات الدولية لأن إنهاء هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة يحتاج إلى اعترافات دول ويحتاج إلى دور دول وهو يعمل على هذه المسألة الجزائر كانت في ظل هذا التطور القاتل نفسها عاجزة أمام دبلوماسية المغرب وما يقوم به المغرب الداخلية وفشل البوليزاريو على أن يكون لديها تجذر في العمق الشعبي في هذه المناطق اللي تسمي فيها الجزائر محدلة لاجأت إلى الخيارات العسكرية دفعت البوليزاريو إلى إنهاء وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار والجزائر ضق عليها الأسلحة ويتفاجأوا أنه في هذه الفطرة اللي كان يعمل المغرب على المستويات شعبية وتنمية اقتصادية وتنمية بشرية كان أيضا يعمل على مستوى التنمية العسكرية فتفاجأوا بقوة عسكرية لم يعد الحسم العسكري خيار لذلك الآن خليها الجزائر عارفة بأنه حسمة لهذه القضية لن يكون والجزائر الآن ما تعمل من أجل حسمها لصالح البوليزاريو وبناء دولة سادسة في المنطقة بل تعمل على إطار أنه تبقى مستمرة ولا يحسمها المغرب على الأقل المغرب إذا كان جاب اتفاقيات دول تعترف بها على الأقل يبقوا لهذه المخيمات نستعملهم من أجل أن لا يستقر الوضع للمغرب وليس أن يستقر الوضع البوليزاريو لذلك نرى غير في هذه المصرحيات وهذه العبث البوليزاريو تكذب على الجزائر والجزائر تكذب على البوليزاريو ويكذب على بعض والمهم عندما نظهر أمام الناس نحاول نظهر بما يغيذ المغرب فقط هذه المصرحيات وهذه العبث بماذا أذر؟ أذر بعلاقات شعبين شقيقين بين الجزائريين والمغاربة أدى إلى قطع صلة الرحم بين الجزائريين والمغاربة خلق الحدود خلق الأجواء تهديدات بالحرب عمليات دفع إلى إشعال حرب في المنطقة ستكون في صالح الجماعات الإرهابية ستصبح مفرخة لتنظيمات إرهابية تنسي الناس في وحشية داعش هذه اللي يجيب خسائر اقتصادية أموال طائلة دفعتها الجزائر تجاوزت 500 مليار دولار دفعتها الجزائر من أجل هذا الوهم الذي تعيش فيه ولو النهاية صحراويين أيضا في مخيمات الآن راهم في العقد الخامس قريب نصف قرن والناس تتوارث وتتكاثر في هذه المخيمات تحت معاناة كبيرة حقد كبير صنعت لنا أجيال راهي في المخيمات حاقدة على الجزائر حاقدة على البوليزاريو حاقدة على المغرب تنمية فيها رحم جند حطف الأطفال وينمو فيها طابع العنف والكراهية وربما بعد ذلك يصبح وقود إلى جماعات إرهابية لما تحكم أولاد صغار تبدأ تربي فيهم على التجنيد وعلى العسكر تاريا وما إلى ذلك هؤلاء سيكونوا لقمة سائغة في ظل انسداد الأفق في ظل انقطاع الأمل في صناعة دولة منتهم بها البوليزاريو رايح يكونوا وقود للعنف وقود للإرهاب في هذه المنطقة فضلا عن المعاناة اللا إنسانية اللي يعيشينها ناس لا كهرباء لا غاز لا أفق معين الرمال قلتهم سخانة الآن في ظل هذه الحرارة الخيالية والأرقام القياسية راهم يعانون الأمرين كل ذلك من أجل مصرحية كان من الممكن احتواءها في ظل الاتفاق يروحوا هؤلاء الناس يدخلوا الداخل يعيشوا بالطريقة الاتفاق مع المغرب وينظموا أمورهم وراهم عايشين في بيوتهم مثل ما عايشين الناس اللي رحتوا شفتهم في الداخل ووادي الذهاب راهم عايشين في أمان يعملوا الإدارات كلها من صحراوين المسؤولين صحراوين المنتخبين صحراوين كلهم كلهم صحراوين عايشين في بيوتهم التكييف البنى التحتية لنشاط التجاري كل الأمور راهم راهم في أمان ولكن للأسف الشديد هؤلاء أدرك يقين أن تطلعهم أن يعودوا إلى قبائلهم وإلى أرضهم وإلى أهلهم ولكن راهم رحائم عند البوليزاريو للدير في مثل هذه المصرحيات التي لا قيمة لها آن أوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لأنه من الناحية القانونية أجدد هذا الكلام أن هؤلاء ليسوا لاجئين ولا يوجد مبرر قانوني لبقاءهم في مخيمات بقاءهم في المخيمات هي جريمة حقوقية ترتكبها الدولة الجزائرية ومعها البوليزاريو التي تمارس في سلطة موازية على رؤوس هؤلاء المضطهدين لأنه لا توجد حرب ولا يتحاول البوليزاريو عن طريق سلاح جزائري أن تصنع أجواء حرب على الأقل إذا ما كانش في الواقع تخليها مظاهرة على وسائل الإعلام والمواقع فقط من أجل تبرير بقاء هؤلاء واستمرارهم في المخيمات لكن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته يروحوا هناك يشوفوا الداخل والعيون يشوفوا هذه المناطة سيدركون يقين أنه لا يوجد أي خطر على حياة هؤلاء فلماذا يبقوا في مخيمات؟ هو الجواب واضح وبين ليس من أجل أنهم على في خطر ولا من أجل أنهم يبحثون عن أمان لأنفسهم ولا شيء من هذا القبيل كل ما في الأمر أن بقاءهم في المخيمات يبرر وجود ما تسمى جمهورية البوليزاريو التي هي جمهورية وهمية لا أرض لها ولا سماء يغطيها سوى تلك الصحراء القاحلة التي يعيشون فيها الأمرين وإن بقي الحال على هذا الوضع الذي نراه للأسف الشديد فإن المخاطر الكبرى قادمة ضد أمن الجزائر قبل أمن الآخرين واذكروا كلام جيدا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المرار إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيدين تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيدين